ولي هل انت فعلا جريئة زي ما البعض بيوصفك هو انا يمكن عشان يمكن اسكندرانية ويمكن عشان جيت هنا القاهرة وكفحت الوحدي في القاهرة ودي مش مدينتي اساسا والواحد عارف يحفر له مكان في الشوانة صعبة زي دي وانا اساسا صعادية اهلي صعيدة فهمك عشان كده مولودة في اسكندرانية لكن اساسا بابايا صعيدة وبابايا قريب مامتي فالجزور صعيدة فيعني بتكلم على طول وزع على طول يعني صورك مثلا احيانا بتصير الرأي العام ساعات لما بتصوري على البحر اظنة في صورة معانا يا محمد صح؟ اه يعني صورتك دي مثلا عملت رد فعل جامد جدان كنت جريئة في الصورة دي؟ لا انا شايف ان الصورة عادية يعني صورة جميلة البحر قدامه البحر وراء يعني الشكلها غريب انه بحد في وسط المياه كده فعجبني فهمت بصورها نفسي ونزلتها انا اللي منزلها وانا اللي مصورها كان ايه الهدف؟ مش عارف انا عجبني شكلها انت ساعاتها قلت عشان ممثلين كلهم لازم يرواجوا للسياحة حاجة ازاي كده مزرورة يعني هو اتكتب كده يعني مش انا اللي كتب كده طبعا بس هما لما شافوا الصورة دي وعارفوا ان انا كنت في شرم الشيخ قاله الله انت صار في شرم الشيخ والسياحة والفن والفنانين لازم يروحوا لاماكن السياحية وتصوروا فيها والسؤال دي تتنشر في كل حت بس انا عجبتني الصورة ومش خجلنا منها على فكرة يعني انا بداي لما حس ان انت بتجبرني مش انت انت كعمر يعني ان الاخرين بيجبروني على شعور ما انا مش حساه يعني انا تصورت الصورة ونزلت الصورة وفرحانة بالصورة فييجي صاحفي انا مش عارفاة اساسا في جنون انا مش عارفاة اساسا يقولك بس الجراءة اللي هي فيها متصورة بالميو طب وانت شفت الميو ما يمكن ان انا نبسة في ستاني وكيف تجروا يبطي لي حيني انا اغجل من حاجة انا مش حجلنا منها فانا بتدايق من انك تجبرني على مشاعرك انت وافكارك انت اللي هي مش افكاري انا فعشان كيف بقولك انت صار جريئة لا انت صار مش جريئة ولا حاجة انت صار بتعبر عن نفسها صح انا بقعف اتكلم عن نفسي ما تقوليش ان الصورة فيها حاجة لان انا شايف انها ما فاش حاجة بس انا بقول انت مين عشان تقولي وتجبرني ان انا حس بطريقتك انا بقع الحكاية دي بدايني في الميديا وبدايني في الصحافة وبدايني في شغلانتنا يعني لغاية من خمس شهر السنة ما كناش بنتكلم بالطريقة دي يعني كنادرة ما تلاقي الصحفيين او الموزعين او او ينتبهوا لتفاهات تصرفات الممثلين والممثلات يعني تلاقي ان الصحفي ينقى بنفسه انه يتكلم ان فلنا لبست فلنا قلعت فلنا اتجوزت فلنا اتطلعت يعني بيبقوا اكبر من كده بس لو شوف اني منحق الفلاني شاير صور الشخصية سواء بقى بالمايو او باي لبسة على المواقع التواصل زي الانستجرام والفيسبوك اه اه لا ده عادي حتى برا الممثلين الاجانب تلاقيهم مثلا طلع من سوبر ماركت ومعا ولادها فتلاقي صورة جميلة لفلانة الفلانية فالجمهور يحب يشوفها لبسة منتون جينس واميس مشان طولة تشوفها ويمنمقة ولبسة فالصورة دي بتاجب الناس بيقربوا اكتر لحياة الشخصية الفلانية فبدأت بقى تبقى قموضة عندنا مش وحش كويس موسيقى